السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وماملين ايه لمهتم بالجديد والمفيد في علامة التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في علامة التطبيقات في القناة عندي يقدر رفض التطبيقات الحديثة اللي بتسألها لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك والتطبيقات الهجر نرده ان شاء الله مع شهر التطبيق الجديد هو اسمه تطبيق ميجا التطبيق ده مساحة 51 ميجا ما حمله اكتر من 100 مليون شخص على مستوى العالم انطريقة التطبيق ده بقدر ان انت توفر مساحة خارجية في کارلا مساحة الجهاز عندك مساحة مساحة الجهاز الموبايل بتاعك يعني في حالة انت لقيت الموبايل بتاعك المساحة بتاعته خلصت بتقدر ان انت تحمل التطبيق ده بتقدر انت تستفيد بحوالي 20 جيجة من التطبيق وكمان بتقدر ان انت بعد فترة من استخدامك للتطبيق بتاخد مكافأة بتقدر تحولها ل 5 جيجة زيادة كمان على التطبيق طبعا التطبيق ده تطبيق كويس بالنسبة للناس اللي هي المساحة بتاعتها بتاعت التخزين على الجهاز عندها خلصت فتقدر ان انت ترفع على التطبيق ده الملفات بتاعتك الصور الفيديوهات المقاطع الصوتية اي حاجة من الحاجات دي طبعا التطبيق ده تطبيق مش مجاني تطبيق تطبيق بيتضمن اعلانات دي طبعا من مشكلة التطبيق بيتضمن اعلانات لو انت حبيت تاخد جيجا بايت زيادة بتشتريها بفلوس هو مش مجاني هو بيديك بس لعشرين جيجا دول يعني كحاجة في البداية انت محمل التطبيق بس عليك بقى لو حبيت انت تقبر المساحة بتاعتك بتقدر ان انت تستفيد بقى ان انت تاخد ربعمائة جيجا من التطبيق ده باشتراك شهري واشتراك سانوي الاشتراك الشهري تقريبا بيبدأ من حوالي تسعة واربين دولار والاشتراك السانوي بيبدأ من حوالي ربعمائة تسعة وتسعين دولار دولار او يورو مشكلة التطبيق ده برضو ان انت لما بتحمله في ناس كتير اشتاكت من موضوع ان هي بتيجي ترفع عليه الملفات بتاعتها كصور كفيديوهات كاي حاجة من الحاجات دي ولما تبقى خلاص من اللفات قرابط تكتمل التطبيق بيفصل مرة واحدة وبيخرجك برة للجهاز او يقولك فشل في العملية غالبا ان اللي بيحصل مع الحاجة زي كده دي بيبقى حاطة كمية ملفات كبيرة او اكتر من اللي يعني هو بالتطبيق بيديك عشرين جيجا فلو انت هجيت تحمل علي او تحط عليه مثلا روح ترافع مثلا 30 جيجا او اكتر من 25 جيجا او اكتر من 20 جيجا عمتا هتلاقي التطبيق اوتوماتيك هتلاقي را عمل معك كده فانا بقول ان يعني في ناس كتيرة يعني بشتاكت من موضوع دي الموضوع ده فانا بقول ان هو ده علشان الحاجة دي هم بيحمله عليه مساحة كبيرة فالمفروض ان انا لما اجي احمل عليه احط عليه المساحة بالزبط او اقل كمان بالمساحة اللي هي بتعليه 20 جيجا دول يعني محطوه مش بالزبط يعني ممكن احط 18 جيجا 15 جيجا كتجربة في البداية كمان مشكلة في التطبيق ده وياريت في علجوها برضو اللي هم مقيمين على التطبيق او الشركة المصممة للتطبيق ان انت لما بتحمل التطبيق وبتشتغل عليه بيطلب منك رمز سري ان انت تحتفظ بالبيانات على التطبيق ده من خلال رمز سري بتدخله عشان تفتح التطبيق وتكترق وتوصل للملفات اللي انت هاتت على التطبيق في حالة ان انت نسيت الرمز السري انت على كده ما بتقدرش توصل للملف بتاعك تاني فحزاري ثم حزاري الناس اللي بتحمل التطبيق لما تدخل الرقم السري تحفظه او تكتبه فرقة او نوتس على الموبايل او اي حاجة من الحاجات دي علشان انت لو نسيته خلاص على كده كل الملفات اللي انت حملتها مش هتقدر توصل لها تاني فيا ريت اللي هما القائمين على التطبيق يخلوا مثلا الوصول للملفات دي ببصمة الصباع او لو نسيت الرقم السري مثلا يبعطو لك رسالة على الرقم التليفون الخاص بك اللي انت مسجل بيع الجهاز بتاعك او اي حاجة من الحاجات دي بس كده ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق لو عدوك شرح التطبيق ريت تدوس لايك لو عايش شرح التطبيق معين ريت تسيب لي في كومنت لو اكتشفت ميزة او وعيبة للتطبيق غير اللي احنا قلناها في الفيديو اكتبها في كومنت احنا قناة خدمية بنساعد بعض ونفيد بعض لو اكتشفت اي حاجة ساعدنا وفيدنا وكلنا نساعد بعض وكلنا نفيد بعض وكلنا نستفيد من بعض شكرا سلام عليكم